بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا بخير. السؤال ده ناقص اللي هو بتاع الكيو بي احسب كيمية الطاقة. انا على حسب الاسئلة اللي جات لي على السوشيال ميديا اللي هو مستر ده اللي متحنفى طبعا ما تصور. فعلى اساسه ما كنتش واخد بالي ان في السؤال زي ده. ولكن خير. انا اقول لك دلوقتي السؤال ده بيتحل ب 3 طرق مختلفة. اي طريقة انت حليت بيها او عاوز تحلي بيها او عاوز نفهمها او انت هتستفد بيها. اول طريقة للحل. نقرأ بس السؤال و احسب كمية الطاقة المنطلقة بالكيلوجول الناتجة عن واحد وستة وعشرين من مية في عشرة قصة 4 جرام. تبقى للتفاعل التالي ومديلك المعادلة وبيقول لك احسب لي الكمية الطاقة. طيب بكل بساطة كده اجيبي الورقة بتاعتي. المستر قال لي طالماك كلام على كمية الطاقة. يبقى انا مع قداميش غير القانون اللي بيقول لي ان الدلتة اتش بتساوي كيو على اين? كلام جامل قوي. الدلتة اتش عندك بكام? بسالب مية واربعتاشر وستة مل عشر. بس انت خلي بالك ان عدد الجرامات للن اوتو الوحدة. انما انت عندك كم ان اوتو? عند 2. يبقى سالب مية واربعتاشر لتنين انو اوتو. طب لما يبقى واحد مول من الانو اوتو يبقى هحتاج ان انا اقول سالب مية واربعتاشر على الاتنين. طب يبقى انا كده فاضلي ان انا روح اجيب مين? عدد المولاد. طب يا مستر هو عدد المولاد باجيبه ازاي? عدد المولاد بساوي الكتلة بالجرام. على الكتلة المولية وخلي بالك السؤال ده هنحلناه في أسئلة المراجعات طيب الكتلة بالجرام عندك هو الحمد لله مدهالك قد ترخيرك 21 و 26 من 100 في 10 قصة 4 21 و 26 من 100 في 10 قصة 4 الكتلة المولية للNO2 بتجيبها 1 في النيتروجينة بكام ب14 يبقى 1 في 14 زائد 2 في 16 وقلوا بيساوي الكلام ده هيطلع على الآلة ب46 جرام لكل مول 46 جرام لبقى لما تقسم الكتلة بالجرام على الكتلة المولية يدي لك عدد المولات بالمول واللي هيطلع معك بيساوي 273 يبقى أنا روح تجيبت عدد المولات ب273 أروح أضربه هنا 273 في سالب 114 وبمئن نديلت بالسالب فغصبا عنك القياد تطلع بالموجب تيجي تدرب دول هيديلك كمية الحرارة بتساوي واحد خمسة ستة تسعة أربعة و47 من مية كيلو جول طب ليه كيلو جول لن انت تدلت اتشي أصلا هو مديهلك في المسألة بالكيلو جول أدي أول طريقة تاخد طريقة كمان يلا تعالي بسم الله همش انت بيقول لك ان اللي اتنين مش هو بيقول لك ان اللي اتنين انه قوتو مديان مية واربعتاشر وستة من عشرة يعني اللي كان لما كان اتنين مول كان بمية واربعتاشر وي كام وستة من عشرة صح؟ هدي كمية الحرارة وغيرت الاشارة علشان اديلت اتش عكس الاشارة طب هنا عدد مولات صح؟ هنا عدد انا بحطت اتنين مول طب هو مديلك ادي ايه جرامات تحسبهم؟ واحد وستة وعشرين واحد وستة وعشرين في عشرة قص كام؟ قصة اربعة جرام سهل كده اديني انا عاوز احسب ده الجرامات دي هتديني اديه كمية حرارة في حين ان عدد مولات اتنين بيديني كمية حرارة مقدرة مية وربعتاشر طب ينفع كتلة بالجرام فيها عدد المولات لازم كتلة بالجرام كتلة بالجرام فهو عدد المولات انت واخد قانون ان عدد المولات بساوي كتلة بالجرام على الكتلة المولية انت عندك عدد المولات باتنين طب الكتلة المولية للا انه قوته بكام بستة واربعين يبقى تقول له اتنين في كام في ستة واربعين اصبح فوق كتلة بالجرام وتحت كتلة بالجرام يبقى لما تيجي تعمل طرفين في وسطين تقوم تقول له كمية الحرارة هتساوي عدي تيه تاني طريقة او لسه اعرف لك طريقة ثلثة كمان هنا مية واربعتاشر وستة من عشرة في واحد وستة وعشرين في عشرة قصة اربعة على ستة واربعين في اتنين كلام ده كله على الآلة هيدي لك الناتج بيساوي واحد خمسة اربعة ستة تسعة اربعة واحد خمسة ستة تسعة اربعة علامة سبعة واربعين كيلو جول طب ليه كيلو جول؟ لان ده اصلا بالكيلو جول فاكيد لازم اللي يبجي تحته بالكيلو جول الطريقة الثالثة انا اشتغلت هنا بعدد جرام بالجرام وجرام فوق بعض طبعا نشتغل بعدد المولات تعال اوريك السؤال ده حالينا برضو في المراجعة اجيبهولك اهو بتاع الكابريت هو ميديك مام جدار التغير في المحتوى الحراري لاحتراق جرامات من الكابريت فهو بالظبط هنا بيقولك هو ميديك عدد الجرامات اللي هو تسعة من عشرة هنا تسعة 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 تنين وسبعين جرام من الكابريت هو ميديك هنا واحد وستة وعشرين في عشرة وتساربعة من الن او اوتو خلاص ميديك الدلت اتش وهنا الدلت اتش عملنا ايه هنا؟ افكرك روحت قلت لك انت الكلام عالكابريت صح فان هنا الكابريت في كان مول اتنين مول صح اللي اتنين مول قدوني ايه بسالب سبعة يعني دلت اتش بسلب سبعمائة وتسعين. طيب يطار عدد الجرامات ده هكتبه تحت ينفع عدد مولات عدد مولات ولا عدد المولات فوق تحتها عدد المولات عدد المولات كتلة بالجرام تحتها كتلة بالجرام وهكزا. هنا كتلة بالجرام هحولها العدد المولات. يبقى الكتلة بالجرام على الكتلة المولية جبت عدد المولات عوبت بها هنا اداني ادي ايه دلت اتش. نفس الفكرة بالزبط هنا هنعمل ايه? هنا الكلام على الان اوتو. بروح اجيب الكتلة المولاية لانه اوتو بتتساوي كم نيتروجينة بواحد بكم نيتروجينة باربعتاشر زائد اتنين في ستاشر يديلك على الالة ستة واربعين جرام لكل مول جرام لكل مول طيب بعد ما جبتها لجرام لكل مول انا جلوقتي جبت الكتلة المولاية يبقى الكلام كان لما كان اتنين مول كانت الدلتة اتش بسلب 114 يعني الكيوب 114.6 من 10. طيب لما يبقى قد ايه جرامات هو مديك قد ايه جرامات هحولها لعدد مولات. اللي هو عدد المولات بسوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية. هو مديك الكتلة بالجرام بواحد وستة وعشرين في عشرة قصة اربعة. والكتلة المولية للن قوة طول واحدة. ما تروحش تقول لي لا احنا هنضربها في اتنين. تضربها في اتنين ليه? يبقى ايه لازمتها نجيب عدد المولات. انا بجيب عدد المولات بتوع الجرامات دول. انا معرفش عدد مولاتي كام. الكتلة المولية بستة واربعين. لما تيجي تسم ده على ده يدي لك عدد طبعا هنا بجرام. وهنا بجرام لكل مول فالجرام يتور مع الجرام يبقى عدد المولات بيسوي متين تلاتة وسبعين وتسعة من عشرة مول. همسك عدد المولات ده حطه هنا متين تلاتة وسبعين. هيديني قد ايه كمية حرارة. لما تيجي تضرب ده في ده على ده يدي لك كمية الحرارة بتساوي اه على الالة واحد خمسة ست تسعة اربعة سبعة واربعين كيلو جول طب ليه كيلو جول مانت اللي فوق كيلو جول ما هو واحدة القياس كيلو جول اهي لكل مول فانت غيرتها بكيلو جول يبقى مش محتاج تقسم على الف ولا محتاج تعمل حاجة هي دي الاسئلة بتاعتك اللي هو gesehen اللي هو في المعادلات التالية بيدي لك معادلتين وبيقول لك اي واحدة فيهم تخفيف واني واحدة فيهم زيابان ولا اللي اتنين تخفيف ولا اللي اتنين زيابان السؤال بكل بساطة ولو في كتاب المعاصر صفحة 47 بس بدل ما كان بيتكلم على لطرات الأمونيوم كان بيتكلم على هيدروكسيد السوديو طيب عاوديين نوصل لإيه دلوقتي؟ أنا دلوقتي أنت بتجيب شوية سكر جبت نص معلقة سكر في نص كوباية مية ودوبتهم صحي الكلام؟ طيب جبت نص سوق جبت مس جبت لقيت الكوباية الشاي بتاعتك مسكرة قوي قمت روحت زودت عليها إيه؟ مية يبقى خففتها يبقى لما يبقى عدد المولاد بتاعتك صغير يبقى دسمه زوبان ثم بيأتي بعد عملية الزوبان عملية التخفيف بعد زيادة عدد جزيئات المزيب يارب تكون وسط الرسالة يبقى دي زوبان ودي تخفيف الأولانية دي الأولانية زوبان والتانية تخفيف ليه التانية تخفيف؟ لأن عدد جزيئات كبير حصل له تخفيف من التركيز الأعلى هيقبى تركيز أقل وهنا خمسة مول بيبقى بداية العملية التخفيف بتبقى بدايتها إيه؟ زوبان يبقى بداية عملية التخفيف بتبقى بدايتها إيه؟ زوبان خلاص يارب تكونوا استفدتوا حاجة لو حد عنده سؤال تاني أو لو فينا مزج مختلفة ابعت عايزين نحل الأسئلة دي كلها عايزين نكتسب خبراتنا بحل الأسئلة دي عايزين نعمل إن شاء الله بنك أسئلة برضو بما يطابق نفس الشكل بتاعتنا النوزج التجريبي لامتحان الفاينل بإذن الله ربنا يا رب يوفعنا إن شاء الله لسه فيه اللي هو الأسئلة المقالية هتنزل بإذن الله آآ أشوفكم على خير وكل سنة ومطايبين آآ بكرة ورمضان آآ دعوتكم إن شاء الله ويا رب دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة